اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والرئيس التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول الطقس المستقر المتوقع خلال أيام القادمة وايضا درجات حرارة محسوسة ستبقى منخفضة لكن المقاصلة ستبقى أعلى من المعدلات المثلية للوقت العام والرياح الشرقية المعتدلة السرعة مستمرة بالهبوب صورة أقماص طناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح كل عموم المناطق من الغيوم باستثناء بعض الغيوم العالية بدون فعالية عبرت أقصى الشرق المملكة خرارة توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء نلاحظ أن درجات الحرارة ستكون أعلى بقليل المعدلات مثل هذا الوقت العام خلال ساعات النهار حيث يسود طقس بارد نسبي إلى لطيف في عموم مناطق مملكة يكون أكثر دفعا خلال ساعات الظهر والعصر خاصة تحت أشعة الشمس بينما يكون بارد نسبي في المناطق المحجوبة عن الشمس خرارة طبات الرياح المتوقعة من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء لو أحد استمر لهبوب الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية تكون معددة السرعة بالمجمل تصبح ضعيفة في بعض الأحيان لكن هذه الرياح ستعمل على زيادة الشعور بالورودة خلال الأيام القادمة التقص في عموم لهذه الليلة يكون الجو رطب فرصة يتشكل الضباب الخفيف في العاصمة عمان مع ثمان درجات مئويا أما بالنسبة لثلاثة أيام القادمة تستمر الرياح الشرقية بالهبوب خلال أيام الاثنين وثلاثة والأربعة درجات الحرارة تتراوح العظمة تتراوح بين 16 و 17 درجة مئوية أما الصغرى بين الثمانية والتسع درجات مئوية إلى هنا تنتهي نشرتنا للقاء موسيقى موسيقى